بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتوقع الله في الفيديو رقم 46 في الفيديو هذا هنتكلم عليه واحدة من النظريات اللي تستخدم لتحليل اي سيركت موجودة في الدنيا واللي هي نسموها نورتن ستيرم واللي هي يعني كوبي بست من تيفنن ستيرم نفس المفهوم نفس الايديا نفس كل شيء غير مجرد ان تيفنن كان يحول في اي سيركت موجودة في الدنيا الى مصدر جهد ومقاومة متصلة معاه على التوالي فهذه كدائرة تيفنن المكافية اهنا نورتن نفس الشيء يعني حول اي سيركت موجودة في الدنيا الى مجرد دائرة نورتن مكافية واللي هي مصدر تيار ومقاومة توازي واحنا اصلا من الول نعرفه ان مصدر جهد والمقاومة توالي رأوا يتحول لمصدر تيار ومقاومة توازي والعكس هذا من اللي هو تحويل المصادر ففكرة نظرية نورتن ففي نظرية نورتن يتم تحويل اي دائرة بين نقطتين A و B الى الدائرة مكافية لها وهي مصدر تيار ومقاومة متصلة معاه على التوازي يعني مصدر تيار سميناه تيار نورتن ومقاومة متصلة معه على التوازي اللي هي مقاومة نورتن بين نقطتين A و B طبعا هذه هي دائرة نورتن مكافية او ما يسمى بنورتن's equivalent circuit شل العلاقة بين مكافي تيفنن ومكافي نورتن؟ بما ان احنا نعفو ان دائرة تيفنن مكافية عبارة عن مصدر جهد ومقاومة توازي ودائرة نورتن مكافية عبارة عن مصدر تيار ومقاومة توازي ونقطتين A و B هما نفسهم بالنسبة لنا فمعناها المقامة هادي نفس الشي بمعنى ان مقاومة تيفنن تساوي مقاومة نورتن آه معناها يعني بتحسب مقاومة نورتن زي ما تحسب في مقاومة تيفنن بالضبط قلنا نحسبوا مقاومة تيفنن وتوى نحسبوا مقاومة نورتن الزوز نفس الشي الزوز نفس القيمة يساووا بعضهم واحدة من الزوز طرق يأما انك انت تلغي جميع المصادر الموجودة في السيركيت وتجيب المقاومة المكافية بين نقطين A و B وطبعا نعفو ان احنا نلغو مصدر جود بشورت سيركيت ومصدر التيار بأوبن سيركيت او ممكن انك انت بين ال A و B تدير شورت سيركيت وتجيب التيار نسموه I short سيركيت تقسم V open سيركيت على I short سيركيت ستطلع لك القيمة اللي هي قيمة مقامة تيفنن واللي هي نفسها قيمة مقامة نورتن طبعا اهنا الجهد شين يساوي حاصل ضرب التيار في المقامة فجهد تيفنن عبارة حاصل ضرب تيار نورتن في مقامة نورتن او تيار نورتن شين يساوي حاصل قسمة الجهد على المقامة بمعنى انه عندنا راو سورس ترانسورميشن لا اكتر لاقل كويسو فناخدوا مسائل نوضحوا بها اه بحليل اي سيركيت باستخدام النورتن ستيرم اللي هي نظرية نورتن طبعا في النظرية نورتن حنحتاج انه نجيب تيار نورتن ومقامة نورتن وفي نظرية تيفنن زي ما اخدنا كم هايل من المسائل والافكار والتمارين هذو كاشن حنحولوا سيركيت نحوروها لدائر تيفنن المكافئة وليها مصدر جهد ومقامة واصلة معها التواري نجيب وفي جهة تيفنن ومقامة تيفنن طبعا نبقى الباور متع المصدر هذا فاول شيء الشيء اللي مطلوب عليه تيار ولا باور ولا جهد قلنا نقضوه في تيفنن ستيرم ولا حتى في نورتن ستيرم نفس الشيء يعني نقضوه كويسوه فهنايا نقضوه وقضيناه المصدر حطينا أبدال النقطتين بالشكلية هادي اهنايا طبعا ممكن يعني المائلة هوا نخليهم ساوي ما فيش اي مشكلة في الموضوع فهذا ساويناه وهنايا عندي مقاومة ماشي بالشكل هذا هادي تلتميت فولت وهادي تمانية هادي اربعين هادي عشرة وهنايا يعني مقاومة ومصدر بالشكلية هادي يعني مجرد خليت شكل السيركت ابسط واجمل في تيفنن شن كنا كنا نخلوه بين الـ A و B open circuit ونجيبه في الجهد اللي هو جهد تيفنن توا خلي بين الـ A و B short circuit باش تجيب التيار اللي هو تيار نورتن وطبعا ستاندر تيار نورتن يمشي من النقطة الأعلى جهد اللي هي A إلى B يعني دائما فرضيتك للتيار تكون تمشي من A إلى B احنايا يعني كيف ما تبي تحلل حلل أسهل شي نحن نحن نحلها بالمشي أنا نلسزها السريع I 1 وهذا نسموه باسمها I Norton بحكم انه هو نفسه I Norton وهذا نسموه مثلا I 3 فهنايا بالفورمات approach tool هنقوله انه عندي 48 في I 1 ناقص 8 في I Norton ناقص 40 في I 3 هذا كل يشجاوي اللي هي 30 جهد المصدر هنا هنا فهنايا عندنا ناقص 8 في I 1 زائد 8 و 10 18 I Norton و منس العشرة في I 3 هذا يشجاوي 0 وهنايا عندي ناقص 40 في I 1 ناقص 10 في I Norton زائد عندك هذه وهذه 50 و 150 200 في I 3 هذا كله يشجاوي ناقص 450 فهنايا نديرها بالحاسب على السريع موات 5 2 48 ناقص 8 ناقص 40 300 ناقص 8 18 ناقص 10 و 0 ناقص 40 ناقص 10 200 ناقص 450 طبعا انا اللي يهمني اللي هو التيار التاني بس التيار الاول ما يهمنيش يمني التيار التاني اللي هو I Norton فحكم اني خلتها في العمود التاني يساوي 2 أمبار هذا هو تيار نورتن يساوي 2 أمبار جيد اه طابعا نارجع نجيب بين ال iron and the alb و نجيبت تيار نورتن طابعا نجيبون مقاومة Norton والتي هي نفسها نجيبواها يعني زي ما نجيبوا في مقاومة Tyvelyn معناها على الحالة هو هترده الابن سيركيت في الجديد وتلغي جميع المصادر اللي موجودة في السيركيت. انا حيبدأ الموضوع بالشكل هذا. هذا اللي هي النقطة ايه? وهذا اللي هي النقطة به. وهذا مصادر يعني مصادر مصادر جهة هذا لتغيه بشورت سيركيت. وهذا مصادر جهة لتغيه بشورت سيركيت. هذي مية وخمسين. هذي اربعين وهذي تمانية وهذه عشرة. هذي مصادر واضحات توازي مع هذي توالي. هنقولو معناها اربعين في تمانية تقسيم تمانية واربعين. والناتج نزيدو له العشرة. توالي. والناتج ناخده توازي المية وخمسين. فهذا في المية وخمسين. على هذا زايد المية وخمسين. طلع لي خمسطاش. وبالتالي ار نورتن تساوي خمسطاش الامبير. بالشكل ها. معلشي خمسطاش الامبير. كويسو. خلاص نرسم دائرة نورتن المكافية اللي هي حبارها مصدر تيار. ومقامة واسطة معها التوازي. وحط النقطتين اي و بي. هذي النقطة اي. وهذي النقطة بي. اهناي هذا خمسطاش الامبير. وهذا اللي هو التيار اللي هو مقدارة اثنين امبير. وهناي طبعا اه. شن هو اللي قطيناه احناي من الدائرة قطينا المصدر اهو له. عاود ركبها بشكل هادا في شي مشكلة. ميت فول. ضبوا الباور. فبما نحنين نبو الباور كويسو. فسهل مجرد انه بنجيب التيار مار فيه ولا. طبعا الجهد هذا هو نفس الجهد هنا فالتيار هو لو نسميه مثلا. اي مثلا اكس. ما هي. اي اكس هذا الشي نساوي. فنجهد على المقامة اللي هو مية على خمسطاش. مية على خمسطاش. فحيكون مية بقسيم خمسطاش. يطلع مائل على اردت عاه 2. على الايanca. على 3 امبير. هذه عقدة ليس forwards. سنقول مجموع طييرات. هذا نسميه مثلا اي نسميه باسمها اي ميت فول مجموع الطييرات اللي داخل للعقدة يصاوي اللي طالع منه هذا خاش وهذا خاش هذا اللي طالع. معناها اتنين زايد الطيار اللي مار في الميت فولت يساوي اللي هو طار على ال ix اللي هو 20 على 3 وبالتالي ال i اللي مريف الميت فولت يساوي 20 على 3 ناقل اتنين بطلع لي 14 على 3 امبير فالباور تساوي حاصل ضرب التيار في الجود فهو 14 على 3 من ضربها في المية فطلعت معي اربعمية وستة وستين فاصلة سبعة وستين. والوحدة بالواط. بالشكلية هذي. ناخده مسألة نختم بها محاضرة اليوم. مطلوب حساب الجهد على مصدر الطيار هذا. فاول شي سنقضى. ونخلي عندي شورت سيركت. عندك هذي نقطة او هذي بي. هذي او هذي بي. فنفترضه في طيار نسمو فيه. اي الطيار نورتن. اهنايا. وهدم طبعا مقاومات سيريس. نقدر نجمحهم مقاومة واحدة. حيث ان هنين بسط في الامور على يروحي. هذي تسعة وستة اللي هي خمستاش. وهنايا خمستاش الفولت. وهنايا عندي هذم الزوز ينجمعوا مقاومات سيريس حتى هما. عشان حيبدأ معاي. حيبدأ معاي هنايا ثلاثة واثنين خمسة. وهنايا المشطول. نقول مثلا هذا اي ون. وهذا اي تو. سهل هذي خمسة في ال اي ون يساوي اللي هي طمنتاش. وبالتالي اي ون تساوي طمنتاش. على خمسة. اني هو زي ستة وثلاثين على عشرة ولا. هي ثلاثة بوين ستة. صحيح. ثلاثة بوين ستة امبير. وبالنسبة لل اي تو هنايا يلفه بشكل هذا اللي هو عندي خمستاش. اي تو يساوي خمستاش. وبالتالي اي تو يساوي واحد. امبير. فالاي نورتن. جايبين عقدتين. جايبين حلقات ولا. اي نورتن شين ساوي اللي معاه. اي ون. ناقص اللي ضد اي تو لانا. لان اي ون نازل لقطة بشكل هذا. والاي تو راكم فوق. فاللي معه ناقص اللي ضده. هنقوله يطلع معين اتنين فاصلة ستة امبير. هذا بالنسبة لتيار نورتن. بالنسبة لمقاومة نورتن نرجع بين الاي والبي نخليه ونشتغل زي ما نشتغل في في السابق. هذا بي نتغب بشورت سيركيت مناه تقعد هدي بروحها. وهذا بي نتغب بشورت سيركيت مناه هدي تقعد بروحها. فعندي خمسة توازي الخمستاش. اه بالتالي هي نفس اللي خمسة توازي الخمستاش. خمسة ضرب خمستاش تقسيم عشرين. تلاتة وتلاتة اربع. اوم. هذا مقاومة نورتن. وبالتالي فان دائرة نورتن المكافية هي مصدر طيار ومقاومة واصلة معه على التوالي. وهنايا هادي النقطة ايه? وهادي النقطة بيه. فهنايا مجرد اني نحط الشي هذا. عندي تيار نورت اللي هو اتنين فاصلة ستة امبير. اهنايا تلاتة فاصلة خمسة وسبعين. وهنايا هذا التيار اللي جاني قضيته. اللي هو تلاتة امبير. وهذا اللي هو بلاس ماينس الفي نود. وهو يمتل جوهد لتاع دائرة التوازي هدي. فانيقدر نقول بكل بساطة ان في نود هاده مصدر ينجمحه. ونضربهم فيه المقاومة. فيبدالي خمسة فاصلة ستة ضرب تلاتة وثلاتة اربع. فاني ضربها بخمسة فاصلة ستة. طلعهم هاي واحد وعشرين فولت بالضبط. طبعا مفروض انا لو تلاحظوا معي ان هنا في الدروس الاخير اللي هو البرانش اناليسيز ونودل اناليسيز ونورتن ستيرم متعامل ان انا منعطيش يعني عدد كبير من التمارين والمسائل بحكم ان انا اعطيت مئات الافكار والمسائل في السابق في الدروس السابقة فنفس التمارين هديكا مجرد انكم المسألة اللي حليتها بالمش انتم عاودوا حلوها بكل طرق التحليل واللي منها سوبر بوزيشن تيرم تيفينن ستيرم وهناي عندنا نورتن ستيرم حلوها بالبرانش اناليسيز مش اناليسيز والنودل اناليسيز يعني عندنا لتوى واخدين ثلاثة طرق تحليل اللي هما البرانش اناليسيز والمش اناليسيز والسوبر مش وعندنا النودل اناليسيز والسوبر نود هادوم ثلاثة وعندنا ثلاثة نظريات اللي هما السوبر بوزيشن تيرم وتيفينن ستيرم ونورتن ستيرم هادم الستة مع بعضهم يحللوننا اي سيركت موجودة في الدنيا طبعا ان شاء الله سنتكلم عليه بعض الاشياء التانية يعني بعض النظريات التانية باش نختمو بها الجزئية الاولى من مقرر السيركت ان شاء الله